نور أضاء بمكة فتنور آل الرسول بأحمد خير الورى غناه نخل روح يشدو حبه وتناغت الأطياه في أم القرى أهلاً بما ولده أتى سعدلنا شقضنا ما بوجنتيه فأبره مشرى بأحمد جاء بدر النيرا ربي حبى رسم الجمال وصوى الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن نصره واهتدى بهدى نجدد الترحيب بكم في هذا المجلس المبارك المعطر بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقف من السيرة النبوية وربطها بقضايا الأمة مع ثلة من رموز الأمة الإسلامية جمعهم هذا المكان المبارك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا ولكم هذه الأوقات في ميزان الحسنات أن يرفع بها الدرجات أن يتجاوز بها عن السيئات إنه واسع العطيات مرحلة الهجرة النبوية كانت هي المرحلة الفاصلة بين الدعوة الإسلامية والدولة الإسلامية ما قبل الهجرة كانت مرحلة الدعوة والتربية بعد الهجرة بدأت مرحلة الدولة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الركائز الأولى للدولة الإسلامية في كل صورها في كل جغرافيتها في كل حقبة من أحقابها تبنى على هذه الأسس التي بنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة الأولى فبدأ ببناء المسجد المسجد الذي يختصر الإسلام جميعا ثم آخى بين المهاجرين والأنصار ليقضي على داء العنصرية هذا المرض الجاهلي الذي يسيطر على أي مجتمع جاهلي فكلما زادت الجاهلية كلما أطل قرن العنصرية وإذا اتسعت رقعة الإسلام انزوت رقعة العنصرية ثم أجل النبي صلى الله عليه وسلم وأبرم المعاهدة بين أصحاب البلد الأصليين مع من وفدوا إليهم حتى قبائل اليهود الثلاثة لتحقيق التعايش والدفاع المشترك تحت راية الإسلام عن هذا الوطن الذي فيه الجميع لكن قضية بناء المسجد أن يبنى المسجد أولا ليس هذا هو المسجد الذي بني أولا في الهجرة فالهجرة ارتبطت ببناء المسجد وأول مسجد بني بعد الهجرة كان بعد الهجرة الأولى إلى الحبشة لما ذهب جعفر بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن معهم إلى إفريقيا ونزلوا في إمبراطورية الحبشة وتحديدا فيما يعرف الآن عند ميناء مصوع الموجود في إريتريا بنوا مسجدا في هذا المكان ولا زالت بعض حوائط هذا المسجد في هذا المكان موجودة على شبكة التواصل هؤلاء هاجروا في المرحلة الأولى في مرحلة الاستضعاف إلى قارة أخرى إلى لغة غريبة ومع ذلك بدأوا بالبنيان بدأوا بالعمران بدأوا بوضع اللبنة الأولى لم يبحثوا أنهم مستضعفين نخشى العسس لما نثبت الأركان وإنما بدأوا بالمسجد لذا أي تجمع من المسلمين يرادوا بهم الخير ويريدوا أن ينشروا دعوة الخير عليهم أن يبدأوا بالمسجد وهذا في العصر الحديث حدث أيضا أنا عشت في ألمانيا قرابة سبع سنوات ومن المفارقات أن عدد المساجد في ألمانيا هو نفس عدد المساجد في مملكة الأردن اللي هي المملكة التي فيها بقية بني هاشب الذي بنى هذه المساجد أضعف الطبقات في المسلمين بدأ بها الطلاب في الجامعة ثم العمال الذين يعملون في البلدية اللي هي الأعمال البسيطة لكن من المسجد انطلقت الدعوة وهذه سنة أن المسجد ليس فقط هو مكان عبادة وإنما كما سيبين أصحاب الفضائل الإسلام كله في المسجد وأكثر ما يلفت نظري وأنا مهتم بقضية المقاطعة كسلاح حضاري لا نملك غيره كشعوب ضد من يتهجمون على مقدساتنا على المصحف أو على الأقصى أن النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحب قصة المقاطعة ثمامة ابن أثال لما حبسه حبسه في المسجد يعني حتى السجن كان في المسجد هذا سجن دعوي سجن تربوي فثمامة يسمع الصلوات ويسمع تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل عليه الصحابة ويسمع حديثهم فأثمر هذا الحبس الإيمان الذي خالط القلوب ولما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه ظلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتى به وتوضع له خيمة ليمرض في المسجد هذا هو المسجد وكيف كان دوره وعلى أي شيء ينبغي أن يكون مع البداية وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي القرداغي بارك الله فيك أحسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع بداه حقيقة المسجد هو رمز الإسلام حتى في الآية الأولى التي نزلت بحق الإذن بالجهات ذكرت ولولا دف الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد فمساجد هي رمز الإسلام وطبعا المساجد تختلف عن الصوامع وتختلف عن البيع وتختلف عن أماكن العبادات الأخرى لأنها تعبر فعلاً عن حقيقة الإسلام الإسلام الذي يقوم على التسبيح والتقديس وكذلك الكفة الثانية على العمران والحضارة والحكم والعدل فالمسجد في الإسلام هو الرمز هذه الميزة الأساسية للإسلام بينما بقيت الأديان ولذلك جعلت لي الأرض كلها مسجداً وطهوراً لأن هذا الدين هو جاء لتعمير الكون كله والكون كله مسخر لهذا الإنسان والله سبحانه وتعالى يريد أن يسخر الإنسان وهذا الكون يفق منهج الله سبحانه وتعالى فلذلك المسجد حقيقة رمز كبير جداً جداً بالنسبة للمسلمين وهو مدرسة وجامعة وتربية ومكان اجتماعي وكما قال أخي الحبيب مستشفى وكذلك سجن كما يسمون على ذمة التحقيق هذا السجن الذي يسجن يسمونه سجن على ذمة التحقيق وليس سجن العقابي في البداية وأيضاً فعلاً المسجد كان منطلقاً للجهاد وكذلك مكاناً للمشورة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أتذكر عام 1975 حينما كلفت من قبل رابطة العالم الإسلامي ببحث حول مفهوم المسجد في الإسلام وماذا يتطلب منها في الوقت الحاضر فكتبت حقيقة حوالي خمسة وعشرين وسيلة وعملاً ووظيفة للمسجد في الإسلام كانت موجودة في عصر رسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ظلت مطبوعة هذه الشيخنا الكريم مطبوعة طبعت طبعت في المجلة سنة 75 نعم وارك الله فيك فكان ذاك الوقت كان شيئاً جديد لذلك دعيت وجعلوني عضواً في المجلس الأعلى وعضواً في الرابطة وما أشبه ذلك إلى آخره فالمهم يعني مجد حقيقة له دور عظيم في الإسلام ولذلك طالبت أو طالب بإعادة هذا الدور اليوم لما المساجد مع الأسف الشديد تغلق ولا تفتح إلا للصلاوات هذا حقيقة مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضاً جانب آخر أعذاب الإسلام حقيقة يحاربون دائماً التضيق على المسجد لأنهم يعرفون والعلمانيون كذلك لأنهم يعرفون أن المسجد لو أعطي له حقه استطاع أن يجمع صلاة الجماعة صلاة الجمعة الوعظ المكان الاجتماعي كل ذلك المسجد حقيقة هو رمزنا والمسجد حقيقة يحمينا والمسجد هو الذي يستطيع أن يجمع المسلمين دائماً على الحق وعلى الخير هذا مختصاً للدراسة التي كتبها فضيلة الشيخ وندعو المشاهدين إلى متابعة بقية قصة المسجد مع فضيلة الشيخ مولانا محمد الحسن والدددور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولنا والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع في بناء مسجد قباء يوم قدم المدينة يوم الاثنين وجلس في هذا المسجد الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس أربعة أيام ثم انطلق منه يوم الجمعة إلى جهة المدينة إلى جهة مسجده وأخره القبائل في الطريق فحان وقت الجمعة وهو ببطن واد في بني الحبلاء فأخروه فصلى هناك الجمعة الأولى أول جمعة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في بطن واد الذي بنى فيه مسجد إذاك وقد مني فيه مسجد سمي الآن بمسجد الجمعة لأنه أول جمعة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتجه إلى المدينة فكان الناس يرغبون في جواله وكل يرغب في أن يخذ الناقة إلى بيته فقال دعوها فإنها مأمورة حتى بركت في مكان المسجد وقامت ثم نظرت ثم رجعت وبركت في مبركها الأول فقال هذا المنزل إن شاء الله وكان هذا المكان مقبرة للمشركين وفيه نخل وحائط ليتامى من النصار فقال يا معشر بن النجار ثامنوني حائطكم هذا فقال والله لا نأخذ به ثمنا فأمر بالقبور فنبشت ومن نخل فانتزع وبدأ تأسيس مسجده وشارك فيه الناس بالقوة وبنوه بأنفسهم ومنهم المهاجرون الذين كانوا يستضعفون فأظهروا قوة فعمار كان يحمل لبنتين لمينتين فالناس يحملون لبنة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أحب ربنا وأطهر وشارك ببنائه حتى أغبر بطنه بأبيه وابن صلى الله عليه وسلم من حمل اللبن وهذا المسجد أسس على التقوى من أول يوم وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر الله فضله بكتابه وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله بأحاديث كثيرة منه مواقع من الجنة فإنه قال من بري على حوضي وفي لفظ من بري على ترعة من ترعي الجنة والحديث الآخر ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة فهذا المسجد فيه مواقع من الجنة قطعا وشرفه الله سبحانه وتعالى بإنجاله عاصمة الإسلام والمسجد في الإسلام حقيقة هو العاصمة في كل شيء فهو المدرسة فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له جامعة ولا مدرسة يدرس فيها غير المسجد فهو الذي كان يجتمع فيه الصحابة ويدرسهم فلما انتقلت الجيش فهو الذي تكون فيه الجيوش وعندما انتقلت الجيوش عن المساهد أصبح ولا أهالي لغير الدين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد فيه الألوية ويجهز فيه الجيوش وهو مكان القضاء وعندما انتقل القضاء إلى المحاكمة عن المساهد فقد قدسيته وأصبح فيه ما فيه أيضا وهو أيضا مكان بيت المال فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط البسطة في المسجد ويأمر بالصدقة فيأتي الناس بالصدقاتهم بتوضعوا عليها وكان يبسط البسطة فيما أخيرته في الليالي الثلاثة الأخيرة من رمضان فيأتي الناس بالزكواتهم ويكلف أباه الرأة برعايتها وكذلك المسجد هو أيضا مكان التدريب العسكري كما أذن للأحباش في يوم العيد بالتدريب فيه وهو مكان السهن الإصلاحي كما ذكرتم من ربط ذمامة بن أثار به وكذلك ربط سيدنا بلبابة لنفسه بسارية التوبة وكذلك حبس النبي صلى الله عليه وسلم لسفانة بانتحات من من معها من الذين جاء بهم علي رضي الله عنه من سبيبني طي إن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليها فتقول يا محمد مات الوالد وهلك مات الوالد وغاب الوافد فقال من والدك فتقول حاتم فيقول ومن وافدك فتقول عديد حاتم فيقول آل فأروا من الله ورسوله فتقول من علي من الله عليك ولا جعل لك إلا لئي من حاجة هذا المسجد أيضا كان مكانا لمناقشة الأمور واتخاذ القرار الفصل في الأمور حتى هو وسيلة الإعلام لدى المسلمين عمر بن الخطاب وقف على المنبر فقال ألا إن الأسيفع أو السيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته فإن يقال سابق الحاج فالدان معرضا فأصبح قدرين به فمن كان له عليه دين فليعود بالغداة فلنقسم ما له بينهم بالحصص وهكذا بيعة الخلفاء كانت فيه بيعة أبي بكر البيعة العامة وبعد ذلك بيعة عمر البيعة تكلم عن ثلاثة أبعاد وعن بعد المعاصر كذلك البعد الأول أنه مركز إيماني أعظم شعيرة إيمانية يرتبط بها القلب مباشرة مع الله سبحانه وتعالى هي الصلاة وجعلها في مكان واحد وسن لها صلاة الجماعة وجعل الخطوة الواحدة يرفع الله بها درجة ويمحو بها سيئة وإذا صلى في صلوات مذكورة في النصوص الحديثية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه وفي رواية وجبت له الجنة فهو مطهرة فهو مركز إيماني يغتسل فيه الرجل خمس مرات الأمر الثاني هو مركز اجتماعي ولذلك بعض الفقهاء يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم للشخص الذي دخل المسجد في يوم الجمعة وجلس قال قم فصلي ركعتين أي تأولها بعض الفقهاء قالوا أنه أراد أن يراه الناس وأن يروا حالته فيتصدق عليه فأنت حينما تجد جارك وصديقك السلام عليكم ورحمة الله السلام علي تسلم عليه ترى ما لك اليوم أراك متغير الوجه أراك حزينا كالنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد يرى أصحابه ويقول أراك مهموما كما ثبت عن بعض أصحابه ويسألهم فشكوا له الدين هو عبارة عن شيء اجتماعي وذلك بعض الفقهاء كرهة أن تتابع الجماعة كرهة تتابع الجماعات في أن يصول الله فيه جماعتين حتى لا تتفرق الأمة البعد الثالث أن الشريعة الإسلامية مبنية على أربع ركائز يتلو عليهم آياته ويزكيه معلم الكتاب الحكومة كان هذه الرباعية كلها وين في المسجد الملمح المعاصر هو من أظلم مع سيد الله أذكر فيها هناك سعي لتوحيد كان للتوحيد الأوتوماتيكي للأذان وهذا من أبطل الباطل لأن المقصود يعني تضييع شعيرة الأذان وقد شرط الفقهاء النية للمؤذن وين نية الأوتوماتيك؟ يعني هذا الأمر قائم على غير أساس شرعي لا لا غير على أساس شرعي وكنت قد أفتيت فيه قبل سنوات ثم والحمد لله طلعت على قرار المجمع على سكذاك شيخنا فيه قرار مجمعي طلعت نريد منكم في لجنة الإفتاء بالاتحاد يكون فيه فتوى مفصلة إن شاء الله وهذا الرئيس وهذا الإمام وكلهم موجودون الآن العلماء هذا من فوائد هذه الحلقة المباركة ونحيل الكلمة إلى أحد أعضاء اللجنة طبعا فضيلة الشيخ مردين الخادمي بسم الله الرحمن الرحيم طالما تفضلت وفضلت الشيخ بسؤال يتعلق بالعصر والمسجد أنا عندي نقطتين أو ثلاث نقاط النقطة الأولى وهي نقاط عصرية انطلاقا من مرجعية المسجد في الإسلام ومرجعية المسجد في الأمة فالمسجد هو قلب المدينة وقلب الأمة وهذا أيضا له دلالة على مستوى تخطيط المدينة الحديث وعلى مستوى العمران فالمسجد تجده في قلب المدينة بقبته أو بقبابه وبغير ذلك النقطة الأولى تتعلق بالمسجد الجامع الذي يجمع فضيلة الشيخ علي تحدث عن الجمعة وعن الجامع والجماعة وهذه كلمات ثلاث برحمكم الله هذه الكلمات الثلاث المسجد الجامع أنه يجمع الجماعة مجموع المصلين الذين يصلون في هذا المسجد الجامع والجمعة صلاة الجماعة يوم الجمعة فهذه الكلمات الثلاث تدل على بعد الجماعة في المسجد ما الذي يتعلق بالعصر في هذه النقطة الذي يتعلق بالعصر هو أن المسجد المعاصر في بلاد كثيرة إنما هو مسجد يضم مصلين بمختلف المرجعيات الفكرية والمذهبية والجغرافية في أوروبا وفي كثير من الدول وفي العالم العربي وهذا الوجود المتعدد للجمعيات والأعراق والجنسيات يحتاج إلى أن يكون هذا المسجد جامعا لهم حقيقة بمعنى أن يتجاوز هؤلاء المصلون ما يمكن أن يقعوا فيه من خلافات ونزاعات بناء على اختلافات عرقية أو مذهبية أو سياسية وهذا الأمر ملاحظ ويحتاج إلى تشخيصات معينة المهم أن نؤكد نحن أن المسجد الجامع لابد أن يجمع هؤلاء على هذا البعنى الجامع كما هو في الدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما وطلقا ولكن الخطابة والتعليم والتوعية داخل المساجد في كثير من المناسبات ليست بالمستوى المطلوب من حيث أن يكون هذا الخطاب جامعا مثمرا منميا قويا فاعلا يتجاوز النمط يحقق الفائدة التربوية يراعي الزمن في الدرس إلى آخره النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة واستراتيجية في الأمة وأنقل هذا الكلام عن الشيخ العلامة الشيخ يوسف رحمة الله عليه هذه النقطة تتعلق بالفضاء النسائي داخل المساجد المكان المخصص للنساء هذا الفضاء المكاني للنساء لابد أن يكون فضاءا لائقا مناسبا للنساء في عددهم في وضعهم في رسالتهم في أن يتلق لأتلقين العلم وأن يأمن في هذا المستوى كثير من المساجد الآن ليست فيها مصليات للنساء وليست فيها فضاءات أو فيها فضاءات لكن ليست في المستوى البطلوب والنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يكون للنساء باب حتى لا يزاحمون الرجال في الدخول والخروج باب وأيضا فضاء واسع يليق بمعنى التربية بمعنى العلم أن يخذوا راحتهم إلى آخره وهذا كما جاء في الحديث الشريف لا تمنع مساجد الله إماء الله مساجد الله نعم فلد الشيخ عبد الحي يوسف وانت صاحب سفرات ورأيت كثير من مساجد الدنيا ونحن نتحدث الأبعاد البسجد الأول ونكلم لك أنا أخذ آخر كلام الشيخ دكتور نور الدين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده للجميع للرجال والنساء والكبار والصغار ولذلك حديث أمنا عائشة كان النساء يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس صلاة الصبح كنا يشهدنها مع نبي صلى الله عليه وسلم كذلك صلاة الجمعة الصحابية تقول ما أخذت السورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر يوم الجمعة والشيخ محمد الحسن ذكرنا بالأمس يا رسول الله قد نام النساء والصبيان لما تأخر في صلاة العشاء فالمسجد كان للجميع بكون الحسن رضي الله عنه يرتحل النبي صلى الله عليه وسلم هو ساجد ولا ينكرون ذلك عبد الله بن عباس يقول كنت آتي راكبا أتانا لا أحسن عقلها فتسرح بين الصفوف ولا يقولون لي شيئا يعني راكب الحمار ويدخل تصور لو أنه يعني إنسانا فعلها اليوم ماذا يصنع به رسول صلى الله عليه وسلم يدخل الحسن والحسين عليهما ثوبان أحمران يتعثران فينزل عليه الصلاة والسلام من المنبر ويحملهما ويقول صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة إني رأيت ولدي هذيني فلم أصبر حتى حملتهما ثم يرجع إلى خطبة عليه الصلاة والسلام فهذه واحدة ثانيا قضية بناء المسجد راجع للبيئة ولذلك رسول صلى الله عليه وسلم كان مسجده حيطانه من اللبن وأعمدته جذوع النخل وكان سقفه من الجريد حتى ما كان يكنهم من المطر نبي صلى الله عليه وسلم يسجد ثم يقوم من السجود وأثر الطين على جبهته وروسة أنفه عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك فرشه كان من التراب والشيخ محمد الغزال عليه رحمة الله يقول فلما انحط المسلمون صاروا يتفاخرون ببناء مساجد ضخمة تخرج رجالا أقزاما يعني وداما سيد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في بنائه هذا البسيط خرج يعني أولئك الإم الأعلام أيضا من الأغراض بالإضافة إلى ما ذكره مولانا الشيخ محمد الحسن قضية المناظرة يعني أيضا كانت في المزر رسول صلى الله عليه وسلم ناظر نصارى نجران لما دعاهم إلى الإسلام فقالوا كنا مسلمين من قبل قال يمنعكم من الإسلام ثلاثة عبادتهم الصليب وأكلكم الخنزير وقولكم اتخل الله ولدى إلى أن كانت النهاية الدعوة إلى المباهلة وإن شاء الله عمل الأئمة والدعاء بأن يعيدوا المسجد سيرته الأولى المسجد والسيرة الأولى مع كاتب السيرة هل تشيخ على الصلاة؟ طبعا المسجد هو كان روح الدولة وكان روح المجتمع وكان روح للأفراد وهو النموذج الذي أخذته حركة الفتوحات الإسلامية يعني لما فتح العراق المدرسة البصرية ارتبطت والبصرة نفسها كان المركز كان المسجد ودار الولاة ثم بعد ذلك بنية المدينة وارتبطت حركة المدرسة البصرية بالمساجد الكوفية ارتبطت بالمساجد النموذج المسجد النبوي في التعليم في التثقيب في العبادة أيضا في مصر في بلاد الشام أيضا حتى في الدول التي كان لها دور عظيم في حركة نهوض الأمة والتصدي للأعداء الخارجيين في عهد يوسف بن تشفين فكان المسجد كان دور عظيم في النفير العام في الجهاد وفي تحفيظ القرآن وفي التوعية وفي التعليم وكركيزة من الركائز المهمة لقائد الدولة وركيزة مهمة في الحياة الاجتماعية في فترة نور الدين الزنكي كيف ارتبطت المدارس الزنكية بالمساجد وفي الفترة الأيوبية كيف ارتبطت المدارس الأيوبية بالمساجد كانت في العصر الحديث ضد الاستعمار دور المسجد عبد الحميد بن بديس في المسجد الأخضر في الجزائر اللي خرج منها أجيال والأظهر والأظهر فبالتالي النموذج المسجد النبوي أشرق ولهذا علامات أهل الإيمان إعمار مساجد الله سبحانه وتعالى ولهذا المشركين وعداء الدين يحاربون كل ما يتعلق بالمساجد سواء بقرآن كريم سواء بعلم سواء بفطابة سواء بأي شيء كان لأنه وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فبالتالي هذا مقياس عظيم أن أهل اللي يؤمن بالله وباليوم الآخر وهذهم هم الذين يعمرون مساجد الله ويجعلون فيها روح سواء على مستوى الحكام على مستوى القادة الاجتماعيين أو الأدباء أو ألوان الطيف المجتمعي فالروح الحقيقية التي تبدأ بها نهضة الأمة هي روح المساجد إذا هذه الروح ولهذا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يعني يذكر فيها اسمه سبحانه وتعالى يسبح له فيها بالغدوية والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاء يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصال يعني المسجد له علاقة بحياتنا في الحياة الدنيا وله علاقة بالآخرة والقدوم على الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم الأوقات المباركة فيها باركة ولكن يتمضي سريعا هذا التطواف حول المسجد الأول الذي بنه النبي صلى الله عليه وسلم ومساجد المسلمين نستطيع أن نقول أن من أهم ما يعلمنا قيمة المسجد أن إمام المسلمين هو إمام الصلاة وأخذ لقبه من الإمامة فالخليفة يقال عنه الإمام ومن أهم أعماله أن يؤمن نفس الصلاة وإذا أردتم أن تعرفوا مكانة بلدة أو دولة من الإسلام فانظروا إلى مسجدها وإلى رعايتها لمسجدها وإمتها ودعاتها هذا هو المقياس أسأل الله تعالى أن يعيدنا إلى مسجدنا وأن يعيدها إلى دورها وأن يجعلنا وإياكم من الفاتحين نور أضاء بمكة فتنورا آل الرسول بأحمد خير الورى غناه نخل الله يشدو حبه وتناغت الأطياه في أم القرى أهلاً بما ولده أتا سعداً لنا شقضنا ما بوجنتيه فأبره بشرى بأحمد جاء بدراً نيراً ربي حبار اسم الجمال وصوراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر